الضائقة المالية الاقتصادية التي يشهدها لبنان أجبرت معظم اللبنانيين على التوجه نحو الاكتفاء الذاتي عبر الزراعة أو تربية الدواجن أو خير وفي هذا الإطار مبادرة من البطراركية الكاثوليكية تدعم الزراعة عبر تقديم الأراضي الخاصة للبطراركية بهدف استصلاحها اقتضد إنشاء لجنة زراعية تكملتها بتكون من هولا شيء أسبوعين من خلصين نعلنها ونعلن وين عندنا مراكز بايع أنت اليوم قادر بس شرط بدي يكون فيه نوعية لأنه اليوم بتعرفي بتروحي لتشتري من سوق الخضرة بسموها شرحة شرحة مش مش شرحة دراء مع الوش بتطعب تغيبه عقل وما أدراك يشوفي تحت مشاك نحنا عم نشقول لا لحنا ناخد سعر مش نحنا مش كابطرياركية الشخص اللي عم نعطيه العقار لا يستسمره رح تستسمره صح ونقل لك شو تزرع فيه كيف رح يتم اختيار الأشخاص في مثل فورميناير يتعبع لأنه اليوم مش لأعطيك الأرض تروح تعطيها لأواحة تانية بدك أنت تشتغل أنت وعائلتك وتحدث القيم البطر كي أنتوان شار عن الرزنامة الزراعية وكيفية توجيه المزارعين وتصريف الانتاج أما بالنسبة إلى معاناة القطع التربوي بدنا تعاون اليوم إذا ما تعاوننا كلنا سوا لا أرجع أروح للدولة بدنا يعني المدرسة إدارة المدارس تعاونوا الأسادزة مشكورين تعاونوا جزء من الأهل تعاون في الجزء الثاني بدنا يقول بدنا يحس أنه لا هاي المدرسة لا إليه كان في حديث نحنا مع الدولة أن الدولة تدعم كل طالب بمدرسة خاصة بمليون ونص ليرة لا عدت أسباب فاتت السياسة بالدأ صارت مليون صارت خمسمية صارت ثلاثمائة ألف صارت مئتين ألف هذا المشكل اللي كبير يعني كيف ننكفن إحنا؟ إحنا نكفين في قرار ممنوع ولا أي طفل في اللعبات ممنوع ولا أي تلميز يتوجه له كلمة من إدارة المدرسة وختم شار إذا لم تتدخل الدولة فهناك أكثر من مائة وعشرين مدرسة ستقفل أبواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر